يعد عمق الأساس لنطحات السحاب جانبا مهما في تصميمها الهيكلي لأنه يحدد استقرار المبنى وسلامته ويعتمد عمق أساس النطحات السحاب على عوامل مختلفة بما في ذلك ارتفاع المبنى ونوع التربة والصخور أسفل الموقع وقوانين البناء المحلية والظروف البيئية بالنسبة للمباني الشاهقة وخاصة نطحات السحاب عادة ما تكون هناك حاجة إلى أسس أعمق لضمان قدرة الهيكل على توزيع وزن المبنى بأمان على الأرض وهناك أنواع مختلفة من الأساسات المستخدمة في نطحات السحاب بما في ذلك الأساسات الضحلة مثل الأساسات المنتشرة أو الأساسات الحصيرة بالإضافة إلى الأساسات العميقة مثل الركائز أو القيسونات في بعض الحالات يتم بناء نطحات السحاب على مواقع ذات ظروف تربة صعبة مثل الطين الناعم أو الرمال السائبة والتي قد تتطلب أسسا أعمق للوصول إلى تربة أكثر استقرارا أو طبقات صخرية ويعمل المهندسون والمعماريون معا لإجراء تحقيق أو تحقيقات جيوتقنية شاملة لتحديد تصميم الأساس الأمثل لظروف الموقع المحددة ويعد عمق أساس نطحة السحاب من الاعتبارات الحاسمة خلال مراحل التخطيط والبناء لضمان استقرار المبنى وسلامته على المدى الطويل الأساسات العميقة مصممة لنقل الأحمال من المبنى إلى الأرض بشكل يمنع الهبوط أو الحركة الزائدة وبالتالي ضمان السلام الهيكلية لنطحة السحاب احكي لنا في التعليقات إيش يسمي نطحة السحاب يلي موجود في بلدك ويعطيكم العافية